أزمة فيروس كورونا المستجد تدخل شهرها الثالثة وحصيلة الوفيات تتخطى عتبة ثلاثة آلاف وفاة في العالم في الصين أعلنت اللجنة الصحية عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس فيما وصل عدد الإصابات الجديدة إلى 202 وهو أقل عدد إصابات يومي يسجل منذ نهاية يناير الماضي تقلص رقعة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتوقف منذ أسابيع حيث شهدت كبريات المدن الصينية عودة ملايين الصينيين إلى العمل واستئناف الأنشطة الإدارية والاقتصادية أما في كوريا الجنوبية فيواصل المرض لانتشار وحصد المزيد من الأرواح سلطات سيول أكدت ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 22 شخصاً أغلبهم من مدينة دايغو بؤرة انتشار الفيروس الثانية بعد مدينة بوهان الصينية في حين تجاوزت حصيلة الإصابات أكثر من أربعة ألاف إصابة أوروبياً لا تزال إيطاليا تتصدر قائمة البلدان المحتضنة لأكبر عدد من الإصابات بكوفيد تسعة عشر حيث أحصي أزيد من خمسمائة حالة إصابة جديدة في زيادة حادة ترفع العدد الإجمالية للإصابات إلى حوالي 1700 في البلاد فيما ارتفع عدد الوفيات الإجمالية إلى أكثر من 34 في ثلاث مناطق شمال البلاد وفي فرنسا المجاورة أصبحت مسألة القضاء على الفيروس تشكل أولوية بالنسبة للحكومة الفرنسية بعدما تحولت البلاد إلى البؤرة الجديدة للمرض في أوروبا بتسجيل أزيد من 130 إصابة بالفيروس وضع دفع باريس إلى إغلاق متحف اللوفر الشهير الذي يعتبر مقصد مئات سياح يومياً في العاصمة الفرنسية كما ألغي معرض باريس للكتابة وهو من أكبر الملتقيات الدولية لدور النشر الفرنكفونية وحسب أحدث البيانات فإن فيروس كورونا قد امتد إلى أزيد من 60 دولة عبر العالم مستنفراً سلطات العديد من الدول لاحتوائه ومنع تفشيها وأمام هذا الوضع رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى التهديد المرتبط بالفيروس إلى مرتفع جداً محذرة من أن أي دولة تعتبر نفسها في منعاً عن المرض قد ترتكب ما وصفته بالخطأ المميت كما أوصت بالتزود بالمعدات الطبية الخاصة والضرورية منها لمعالجة الإصابات الحادة ترجمة نانسي قنقر